لقيت عشرات الرسائل من المشاهدين ولسيما من الرجال ومن أنحاء مختلفة من العالم العربي الرسائل كلها كانت لها محتوى واحد أن المطالبة المطالبة بحقوق المرأة بالطريقة التي نطالب فيها أو طرح قضايا المرأة بالطريقة التي نطرحها إلى هدف واحد وهو إفساد أخلاق المرأة في العالم العربي والعمل على أن تنهار القيم الأخلاقية في العالم العربي يعني الرسائل كلها أعطت وكأنه طروحة وحدي العالم العربي الأخلاق فيه راقية لا يجب أن نمسها المرأة هي صمام الأمان للأخلاق في العالم العربي أي مساس بقضايا المرأة أي مساس بتغيير وضع المرأة يعني أو أي محاولة لإخراج المرأة من تحت السيطرة هو مساس بالمنظومة الأخلاقية وسوف يؤدي إلى أنهيار الأخلاق في العالم العربي والنقطة الثانية بهذه الأطروحة أن الغرب هو العالم لا أخلاقي فاسد الأخلاق بينما نحن في الشرط أو في العالم العربي الإسلامي لنا أخلاق راقية هذه هي الأطروحة من الرسائل ويلي خلتني أعمل حلقة اليوم خليني أطلب من كل المشاهدين يلي عم يتابعوني اليوم كل واحد منكم وانتوا عم يتابعوا الحلقة وخاصة بأول فكرة حاولوا أن تفكروا بتعريف للأخلاق كيف تعرف الأخلاق لما نحن منقول الأخلاق في العالم العربي الإسلامي أو أخلاقنا العربي حط براسك تعريف صغير للأخلاق أو حتى كتب على ورقة صغيرة ما هي الأخلاق ماذا نفهم بكلمة الأخلاق أو بمفهوم الأخلاق ولما نرجع ناقش الحلقة خلينا نشوف شو النتيجة التي توصلتوا لأنتوا شو هي الأخلاق وقبل ما أنا فوت على تفاصيل الحلقة مثل كل مرة لما أطرح موضوع معين بيثير الحقيقة عندي كتير من الأفكار والتأملات ولكن اليوم خليني أقول أنه عندي تعليم مهم عندي تعليم اليوم مهم لكل شخص عم يتابعني بالنسبة لموضوع حياتنا ونوعية حياتنا الناس حوالينا ما بعرف إذا أنتم مثلي بتشوفوا أنه كل الناس اللي حوالينا دايما اليوم بيقولوا أنه الحياة تغيرت الناس تغيروا الأشياء اللي عم بيفتشوا عليها ما كانوا عم بيفتشوا عليها بالماضي صارت حياتهم معقدة صارت متطلباتهم صعبة مش عارفين حالهم شو بدهم طموحاتهم تغيرت أحلامهم تغيرت التقدم التكنولوجي والعلمي والحداثي خلت الناس مش عارفين حالهم شو بدهم بالواعي أنا بقول أنه هذه الفكرة مش صحيحة أبدا الناس من أول إنسان يلي ما كان عنده إلا الصيد طريقة لحتى لا يعيش ومن أول للإنسان اليوم يلي وصل على المريخ من أول إنسان ما كان عنده مريح حتى يقدر يشوف نفسه فيها للإنسان اليوم يلي قادر يشوف كل عظم من أعظامه بصور الأشعة أو قادر يتطبع حركات الذهن والدماغ والمخ عن طريق الصور الذرية أو المقطعية أو الرنين المغناطيسي للإنسان يلي قادر اليوم يفكر أنه يمكن في يوم من الأيام يستثمر فيه كواكب أخرى الإنسان عم يبحث عن شغلة وحيدة الإنسان عم يفتش عن حياة نوعيتها تكون جيدة وعن حياة يعيش فيها سنين طويلة يعني كل إنسان من أول إنسان لليوم لآخر إنسان عم يفتش عن شغلة وحيدة كيف يعيش الحياة من دون قلم كيف يعيش الحياة فيها فرح وكيف يعيش حياة تكون طويلة عمر طويل وتكون صحت ومنحة يعني المطلب بسيط من أول إنسان لآخر إنسان لكن بالوقت لذsesه يحن نفتش عن هذه الحياة نوعيتها جيدة الحياة اللي بدنا إياها. عم نفتش حدنا. وعم نفتش خارجنا. وعم نفتش في الأشياء اللي محيطة فينا. الكتاب لمقدس يعلم أن الحياة لها مخرج وحيد. وهو القلب. الكتاب لمقدس بيقول فوق كل تحفظ. احفظ قلبك. لأن منه ما خارج الحياة. يعني الحياة إذا كانت كبيرة وإذا كانت مزدهرة. وإذا كانت حلوة. وإذا كانت جميلة. مش بالأشياء اللي بره. لأنه لها مخرج وحيد. هو القلب. والحياة الضعيفة. الهزيلة. الحياة المتعبة. الحياة اللي مليانة مشاكل وهموم وتعب وألم. لها مصدر وحيد. هو قلب الإنسان. الناس بيفكروا أنه الشخص العنيف. إذا تغيروا الناس حوالي. ممكن يهدأ. ويصير إنسان ما بيمارس العنف. الشخص اللي عصى بالمزاج دايما وأي شيء بيوتره. بيفكر أنه إذا كانت كل الأمور ماشية. مثل ما هو يبدو. هو ما عنده أسباب لحطي العصب. الشخص اللي بيخون بيفكر أنه لو أنا توفرت لي بالبيت كل الأشياء عند زوجتي أو عند زوجتي. ما كنت بفتش عليها عن شخص آخر أو بمكان آخر. ولكن الحقيقة مش هيدهي. الحقيقة بدك تفتش. شو هو الشيء اللي بيقلبك يلي بيخليك دائما متوتر. شو هو الشيء اللي بيقلبك يلي بيخليك دائما عندك استعداد تمارس العنف. شو هو الشيء بيقلبك يلي بيخليك مش قادر تضبط شهواتك ودايما بتلاقي وسيلة لحتى اللي تشبع الشهوات سواء كانت وسيلة شرعية أو وسيلة غير شرعية. الأية اللي إلناها فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. بعتقد أنا فيها ثلاث كلمات. هنا أهم ثلاث كلمات بحياتنا. تحفظ احفظ قلبك الحياة. احفظ قلبك الحياة. والعالم كله تنبه لأهمية هذه المعادلة احفظ الحياة. ولكن أسقط منها كلمة القلب. فنشوف اليوم الأعلانات اللي بتخلينا نركض وراها. الإشياء اللي بتخلينا ننجزب لإلها. الكتب اللي بتخلينا ننجزب لإلها. كيف تحافظ على بشرتك؟ كيف تحافظين على رشاقتك؟ كيف تحافظ على زواج سعيد؟ كيف تحتفظ بصحتك؟ كيف تحافظ على عافية قلبك؟ بس نشوف الكلمة تحتفظ تحافظ منعرف أنه هذا شيء بهمنا منركض وراها. ولأنه عم نفتش عن ديمومة الحياة ونفتش عن الحياة الأفضل. ولكن كل هذه الأشياء اللي عم تعلمنا كيف نحافظ عم تعلمنا نحافظ على الأشياء اللي فعلا منع مصدر الحياة. يعني الفتاة اليوم مستعدة تعمل أي شيء تتحافظ على جسدها. ولكن ولا مرة فيه التفات قديش مهم أنه نحافظ على طهارة القلب. الرجل عم يفتش على كل الطرق اللي بتساعد أنه يحافظ على مركزه ووظيفته وثاروته. ولكن ما عنده استعداد يفكر كيف يحافظ على نزاهة قلبه. الناس كلهم عم يفتش عن الزواج السعيد. كيف تحافظ على زواج سعيد. ولكن ما حدا عم يفتش أنه الزواج السعيد هو أنك زواج ألبين بيعرفوا كيف يحافظوا على فضيلة الغفران. الزواج السعيد هو ألبين بيعرفوا يغفروا. الأشياء اللي عم يعطينا إياها العالم تنحافظ على نوعية الحياة. لما القلب بيقع منها كل نوعية الحياة ما رح تكون جيدة. خليني أوقف عند نقطة إحفظ. فكل تحفظ إحفظ قلبك. كلمة إحفظ يعني هي أنك تحرس بشكل مشدد. تعمل حراسي مشدد. والتعمل حراسي مشدد في إلها هدفين. أما أنك تحمي الشغلة. أنت بتحرس شغلة لحتى تحميها. أما بتحرسها لحتى تسيطر عليها لأنه بتشكل خطر. وهذه المعنايين صحيحين جدا في عملية المحافظة على القلب. أول شيء أنك تحمي قلبك. تاني شيء أنه تعمل حراسي على قلبك لحتى تسيطر عليها لأنه هو مصدر خطر لحياتك. اليوم رح أحكي بس عن حماية القلب. وأترك الكلام عن السيطرة على القلب لحلقة تانية. بموضوع حماية القلب. خليني أقول أنه حماية القلب في إلها هدفين أو في إلها طريقتين لحتى تحمي قلبك. الطريقة الأولى أنه تنظف قلبك. والطريقة التانية أنه تستثمر يلي بقلبك. فقبل ما تحمي قلبك وتحافظ عليه. لازم تعرف تكون واسق أنه يلي بقلبك أنت بدك يضل بقلبك. يلي بقلبك هو شي صالح للحياة. يلي بقلبك هو لازم تحتفظ فيه. مرات كثير في ناس بحطوا أهداف لحياتهم. ولكن ما بيقدروا يوصلوا لأهدافهم. مرات كثير في ناس بيقولوا أنا بدي أتغير. ولكن بيعملوا كل الطرق وما بيقدروا يتغيروا. لماذا؟ لأن القلب وهذه الأشياء كلها ترسبت بالقلب وبعدها موجودة بالقلب. وهذه الأشياء كلها بتسكر مخارج الحياة بالقلب. فلما الإنسان بيحاول يعيش حياة كبيرة. حياة مزدهرة. حياة فيها نجاح. نشوف أنه طريق القلب مسكرة قدام الحياة. والحياة بعدها مسجونة خلف هذه الترسبات التي صارت بالقلب. خليني أرجع لقصة من الكتاب المؤدس. يشوع بن نون. لما مات موسى وكان عليه أنه يقود الشعب اليهودي إلى أرض الموعد. بيقول يشوع بن نون طبعا مثل ما نشوف أنه لم يكن مستعد أنه يقود الشعب اليهودي. يمكن كان عنده خوف أنه قيادة شعب كبير هي شعب كبيرة. أنك تكون قائد هي شغلة كثير مخيفة. حتى أنك تكون قائد لعائلتك هي شغلة كثير كبيرة ومخيفة وتحط عليك مسؤوليات. يمكن كان مع موسى في الصحراء وعرف قيادة في الصحراء هي عملية صعبة. يمكن ظروفك اليوم هي صحرة صعبة. وعارف أنه تقود حياتك بهذه الصحرة أمر كثير صعب. كان عارف أنك تخلي الناس يحترموك أنك تخلي الناس يوسقوا برأيك أنك تخلي الناس يقدروا كلمتك هذه شغلة كثير صعبة. فما كان عنده هالاستعداد أنه يكون القائد ويبدأ يقود حياته. ولكن الله قال له لي يشوع قال له كما كنت مع موسى أكون معك لا أتركك لا أهملك. يعني اليوم فيها ثمر نجاح فيها ثمر حب فيها ثمر سلام الولاد بالبيت عايشين حياة حلوة كل الأشياء بالبيت مرتبة بتقول أنت جاري الله مبارك ولكن أنا لا لدي بركة الحظ عند جاري ولكن لا لدي حظ ولكن ليس هذه كلمة الله كما كنت مع موسى أكون معك كما كنت مع جارك أكون معك مثل البركة التي حضرت لجارك في إلك بركة مثل البركة التي حضرت لصديقتك في إلك بركة مثل البركة التي أعطيت لخيك أو لأختك في إلك بركة الله لديه بركة لكل إنسان مجرد لا نأخذ القرار أن نبدأ نتعامل مع قلبنا مع كل الرواسب التي بقلوبنا الله محضر بركة ولكن العبرة في أن نتجرأ ونقطع الغصن اليابس لحتى يطلع مكانه غصن جديد النقطة الثانية المهمة كثير بعملية تنظيف القلب يالي هي كمان الله أعطاها ليشوع وقال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج به نهارا وليلا وتتحفظ لتعمل كل ما هو مكتوب فيه لما تكون نحنا بقلوبنا في رواسب من الماضي نحنا قدام خيارين إما خيار أنه نظل نكرر الكلمات وذكريات الأفعال التي تعرضنا للسلبية التي أزتنا التي تركت بقلبنا أزيئة أما نحنا قدام خيار ثاني أنه نمسك كلمة الله وننكرر الكلمات المواعيد الخير التي فيها ونخذها ونأمن فيها ونصدقها ونعمل فيها بحياتنا أما أنه أنا بظل نكرر القصواني أمي قالتلي ولا بيوم من الأيام رح تقدر تكوني أنت إنساني ناجحة بالحياة الطريقة التي كسرني فيها ضربني حطم شخصيتي خلاني حس أنه أنا صغير خلاني حس أنه أنا قليل بين الناس هذه الذكريات مش ممكن تفارق قلبي دايما بتخليني حس أنه أنا صغير بمشي بين الناس وشاعر أنه أنا كتير صغير يا أما أنت بتقرر تحتفظ بهذه الذكريات والكلمات يا أما بتاخد كلمة الله وبتقرأ من كلمة الله محبة أبدية أحببتك فأدمت لك الرحمة أما مفديو الرب فيجددون قوة كما النصور أما بتقرأ تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم يا أما بتقرأ أم والذي لم يبخل علينا بابنه الوحيد بل وهبه لأجلنا ألا يهبنا معه كل شيء أو بتقرأ محبة الله دايما بتعطي رجاء للإنسان لي محبة الله لا تخذي الرجاء لا يخذي لأن محبة الله تنسك في قلوبنا يا أما أنا بقرر أنه هاي هي الكلمات اللي بدي حطها بقلبي وعيش فيها وتصير هي الكلمات اللي رددها لحتى تتغير أفكاري لحتى هاي الكلمات تنظف كل الماضي لما مناخد أنا دايما بقول لما مناخد كباية فيها رمل ملياني رمل ومنفتح عليها ماء ومنخليها الماء مفتوحة بيصير الرمل يطلع على برة والماء تنزل بالكباية وكلما خلينا الماء فترة طويلة كلما الرمل بيطلع على برة كلما بتصير الماء نائية كلما منوصل بالأخي إلى كوب ماء ما فيه ولا حبة رمل يا أما أنت بتخلي الماضي هو اللي عايش فيك وبتخلي كل جزور متشابك بحياتك يا أما بتسمح لكلمة الله يلي بيقول عننا الكتاب لمؤدس كلمة الله حية وفعالة وأنضة من كل سيف ذي حدين تخترق إلى مفارق النفس والروح والمخاخ والمفاصل مميزة أفكار القلب ونياته شو ما كان فيه بالقلب جذور متشابك أغصان عتيق يفسي حجارة متراكمة الرمل متراكم تراب متراكم من الماضي ذكريات بشع كلمات بشع معاملات صعبة لما بتظلك تسكو بكلمات الله فوق القلبك ليلة نهار عم تمسك الكلمة بتسمعها بتقراها بتتأمل فيها بتطبقها كلمة الله عند القوة أنه تنور القلب كلمة الله عند القوة أن تشرق على مواقع الشر بالقلب لحتى يتحولوا إلى خير كلمة الله بتكسر العادي السيئة طالما أنت تتغذى من كلمة الله بتضعف شهوتك إلى العادي السيئة كلمة الله لما بتدخل على القلب بتحول كل النواية السيئة في القلب إلى رغبة في الخير وبتخليه بلش القلب يشعر بالمحبة ويشعر بقيمة الصداء ويشعر بقيمة الطهارة فبيبلش القلب يختبر الأشياء الجديدة التي هي من طبيعة الله وبيبلش يفتح الطريق أمام هذه الطبيعة الجديدة تتدفق منه إلى الخارج فبتتدفق الحياة بشكل أكبر وبتتدفق الحياة بشكل أنظف وبتصير الحياة التي بدنا هي الحياة التي تجعلنا نكون فرحانين فيها نقطة الثالثة التي سأحكي عنها قلت عن تنظيف القلب قد يم مهم ننظف القلب أن نعرف أن الله معنا وأن نعرف نلتزم بكلمة الله إلى عمل حي وفعال في النفس ولكن الشغلة الثالثة المهمة هي ناخدها من الدرس اللي علموا الرسول بولوس للتلميذ والتيموتاوس لما قالوا لا يستهين أحد بحداثتك بل تمسك أو تشجع وقوّل الموهبة التي فيك لازم تتمسك تمسك بالموهب اللي موجود فيك الله أعطاك موهب لما تنظف حياتك من جذور الماضي لما بتسكب كلمة الله في قلبك ليل نهار لما بتفتش على الموهب اللي موجود فيك ما بتعود تفتش عن الحياة وراء الناس تشوف مين عنده موهب لحتى تمشي وراء مين عنده ثروة لحتى تجرب تكون مثله مين عنده بيت سعيد لحتى تحاول تقلده لما تشوف شو في موهب أنت بحياتك بتركز أمورك على عطايا الله لألك بيصير فيك توضع أهداف خاصة لحياتك بيصير فيك أنت تشعر بالقيمة ذاتية من خلال الأهداف يلي وضعتها لحياتك والقيم يلي حققتها لحياتك وأنا بقول أنه بكل وقت من حياة الإنسان فيه وقت لازم يلتف ويرجع ويقول أنه اليوم هو يوم تغيير بحياتي واليوم هو يوم تغيير لمخرج الحياة مش من بره تتصير الحياة تتدفق من قلبك صلاتي أنه الرب يشتغل اليوم بحياتك من خلال نظرة ترجع تلقيها على داخلك وتوقف لبعض الوقت أنك تطلع كل الأشياء اللي حواليك لحتى ترجع الحياة تتدفق منك أنت لكل الناس اللي حواليك ولتصير خير لكل الناس يلي حطك الله بشراكي معهم سواء عائلتك أو الآخرين ترجمة نانسي قنقر